سيد إيميل أذهب إليك مرة أخرى في القاهرة وفكرة الحديث عن شرق أوسط جديد هذه الفكرة التي طرحت منذ قد يكون أكثر من 15 عاما أو ما يقرب على ما أتذكر ولكن هل الحديث اليوم الذي تحدث عنه رئيس ترامب هو يتحدث عن هذا الشرق الأوسط الذي كانوا يتحدثون عنه سابقا؟ هناك أمر غايف الأهمية العزيز أحمد القوى العظمى القوى الكبرى لديها أهداف ومدركات استراتيجية لا تغيب عنها قد تكون هناك تضاريس تعوق الوصول مباشرة لهذا إذا لم تذهب إليها بشكل مباشر فأنها عادة ما تلتف حول التضاريس لنفهم ما الذي يجري على صعيد الجيو بوليتيك العالمي الولايات المتحدة الأمريكية مهمومة ومحمومة بأن يكون القرن 21 قرنا أمريكيا بامتياز هذه هي الوثيقة التي بلورها المحافظون الجدد بالعام 1997 الوثيقة المعروفة PNCA الآن لابد من الخلاص من إشكاليات منطقة قديمة القديم يعني يتوارى والجديد يحاول أن يولد كما يقول جرامشي الهدف الرئيس هو الانتقال إلى منطقة شرق آسيا الصراع بين القطب القائم والقطب القادم ما هو شكل هذا الشرق الأوسط الجديد لا تنسى أحمد أنه كانت هناك محاولة في العقد بدايات العقد الثاني ما سمي بين قوسين بالربيع العربي وإن كان في تقدير الشخص لم يكن ربيع ولم يكن عربي من الأصل وإنما كان شتاء أصليا هذه قصة أخرى الآن هناك محاولة لاجتراح نظام إقليمي مغاير ضمن تحرك جيو بوليتيكي عالمي خرطت الشترنج الإدراكية غير واضحة المعالم والملامح حتى الساعة لكن بلا شك هناك شرق أوسط مختلف قد يكون أكثر سلما وقد يكون أكثر فوضى شكرا